أهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الأهلي لأن الأهلي بالتركيز شديد جدا قدروا الحمد لله يكتاز كل المنحنيات والمطبط الصعبة بفكر هادئ جدا ومركز قوي من ميستر كولر وحماس وتركيز وكفاءة وإخلاص وعطاء من اللعيبة الأهلي بعد ما وصل لـ 12 مباراة متتالية فوز عنده مباراة مهمة جدا يتطلع فيها لتسلق قمة الأهرامات أو البيرامدز الأهلي مع بيرامدز مباراة أريد لها أن تكون قمة لأنه فريق بيرامدز هو المتصدر للمسابقة في غياب الأهلي ومؤجلاته وأيضا منافس مباشر للأهلي على البطولة ومن ثم باش مهندس المباراة مباراة قمة بجد أنا بس عايز أقوله على ملاحظة ولكن نكون وقعيين عشان نقدر نفهم المنافس ونقدر نتعامل مع الموقف بيرامد بعد خسارة السوبر المصري قبلها شيء وبعدها رأينا أمرا مختلفا والمدش والغريب أنك تجد هذا الأمر يحدث باستمرار عقب عملية تغيير وخروج لعيبة كانوا ويتصوروا أنه هما بخروجهم هيتهزل الحرم آه الفريق يعني فتكتشف أنه لا أنه ماشي إحنا لنا ملاحظات على مدشين ثلاثة في الموضوع ده لا ملاحظات صارخة ده تاخر ماتشين بصرف النظر عن نتيجة ماتش الاتحاد السكندري لكن له وهي صفر صفر له ضربة جزاء ولا أوضح لا فار جاب ولا راجع ولا حد تكلم ولا أودني عدد وجون اللي فارق لأنه ثلاثة اثنين مع سموحة جون التعادل الأولاني ده كان فاول أكيد الفار لم يشير إليه ولم يشير إليه أحد يعني شيء غامض وغريب جدا فيه مثال لما تبقى واضحة يا أستاذ إبراهيم تلاقيك مستعلم من وضوحها وعدم منقشتها على الأقل وانت لو نقشتها يعني لمسة اليد اللي لغت جون اللي قيل أنها فيها لمسة يد بتاع بسام أبو علي وسام جون رائع من الإجوان البديع اللي فيها فكر ولفة وبتاع وراكنة وتلاغ جون خساراً يتلغي من جماله فيه اختلاف لمسيت لا ما لمسيتش لكن فيه مراجعة وفيه فار وفيه حاكم وخد خرار صحيح نختلف نتفخ عليه هو ده القرار إنما حصل مجهود طب ليه ما حصلش في مجهود فيه حاجات الصاريخة الواضحة ده تستغرب له ورغم هذا لأ يعني رمضان صبحي مش موجود كان كابتن عبدالله السعيد مش موجود أمور ورغم هذا الدنيا في تصاعد الماتشي الجاي احترام الخصم وتوقيره مهم ولكن في فرق منك تحترم منفسك وأن تخشاه زي ما الأستاذ العالمي ما ما طالع يقول لنا كلام برضو على طريق بص العصورة لإلعاء ترجمة نانسي قنقر